بصوروه مثلا وبياخد 200 دولار على سعر 1850 ليرة على الطريق وين في صراف في مظاهرة في فرق كبير بندخ الدولار لتحسين السوق في هيدا بيسموه إعاشة اللي عم بيعمل مصرف لبنان اليوم هو دولار إعاشة عم بيكب مصاري مع انه ما بق عنده دولارة كتير بس حتى لما بدي يتدخل فيه طريقة طريقة الددخل بتعطي نتيجة معكوسة وبتعطي نتيجة جيدة ما بفهم أنا انه صار الموضوع جمهرة توزيع دولار بدون أصول بدون أسس بينما في ناس عندها إدعاة بالبنوكي دولار بيقدر كان دولار يجي بياخدوا اللي عايزوا ويروحوا بيصرفوا بالسوق وبيكتر الدولار بالسوق اللي عم بصير اليوم كتار ناس وبعرف حتى من اللي كانوا معي راحوا اشتروا 200 دولار وبقال بعدين ببيعوا بألف ليرة زيادة بالسوق التاني هاي دي مش طريقة هاي دي طريقة عشوائية راح تنشف دولارات مصر في لبنان راح تكون موقتة ومنها مدروسة وعنوانها إرضاء الناس لفترة أصير جدا واسمعوا مني راح تكون نتيجة كارسية على مصر في لبنان أن يصوب الطريقة العشوائية لأن العملية مش طخ عملية عاشية وفرق كبير جدا بين ضخ الدولار للسوق لتحسين ظروف الليرة وبين اعطاء كاعشية لطردية الناس شكليا ثم أن تنهار الليرة أكثر وأكثر هاي دا أول نقطة ثاني نقطة بالنسبة لجلسة الحوار في بعبدة سبق جلسة حوار مثل ما بتعرفوا بخمسة حزيران وفرق اليوم عشرين يوم على الجلسة الثانية بخمسة وعشرين الشهر بالطبع نحن مع كل حوار وأي لبناني بحب مصلحة لبنان بصرف النظر أي شيء موقفه السياسي أو غضبه أو رضاء على فلين أو علتين لا يمكن إلا أن يوافق على وجود حوار لأن الحروار بيرطب الجو على مستوى الدولة لكن السؤال هو الحوار بين من ومن في بعبدة المدوين الحوار هن رؤساء جمهوريات السابقين رؤساء الحكومات السابقين ورؤساء الكتل النيابية بمعنى آخر إذا نجمعوا كل نسوا هن يمثلون بمعظمهم ما بدي أظلم الكل الحقبة التي أوصلت البلاد إلى الوضع الذي هو فيه اليوم من انهيار اقتصادي وأفلاس وفوضى ومشاكل من كل الأنواع وتردي في كل قطاعات الدولة بكل المجالات الاقتصادية والإنمائية والخدماتية والمعيشية والأمنية وغيرها إذن الموجودون في بعبدة في 25 شهر معظمهم أصل المشكلة وأصل المرض ويتحاورون مع بعضهم البعض عشوها يتحاورون السؤال بيطرح نفسه عشوها يتحاورون هم متفقون على تقاسم الدولة مظبوط من زمانه بجيء متقاسمين الدولة بيختلفوا على التعينات برجعوا بتتفقوه برجعوا بيرتبوه بترجعوا بتركض كل شي بالدولة هيك اليوم همش مختلفين هنم مختلفين بالشكل باستراتيجيات الكبيرة في طيارين كبار بالبلد طيار مع المقاومة وطيار لا يحبز المقاومة بس تحت هالخلافة استراتيجية القصمة ماشية بيسبوا بعض بيختلفوا مع بعض بس بعدين بيتلاقوا مع بعض أحباب أصحاب بيبوسوا بعض الناس بتتقتل على الطرقات لأنه الناس بنغش بالمظاهر بتنجرف بالمشاعر إذن ما هي الجدوى من اجتماع من حوار ببعبدة غير إعطاء رسالة بالشكل للناس أنه نحن عم نتفق ها شو عم تتفقوا الخلاف الأساسي بينكم هو بين الناس هذا الموضوع وإذا فيه من حوار ببعبدة عنوان ومصالحتكم مع الناس والمصارحة مع الناس والقول للناس ليش وصلنا لهون وشو نيتنا نعمل أن نوصل لهون الحوار مش هتتفقوا مع بعض ولا لا تصالحوا مع بعض متصالحين متفقين مثل ما قلت على تقاسم الدولة والتقاسم عمل على النيار النتيجة الوحيدة اللي بتوقع أو بتوقع أي عاقل بين لبنان من الاجتماع من هالنوع بأصر بعبدة مش فولكلور ولاش مثل الاجتماعات السابقة كل الحوارات اللي هيدا صح ترطيب الأجواء بالشكل النتيجة الوحيدة المتوقعة أننا مسؤولون كمجموعة بمعظمنا عما جار في البلد وعما يجري في البلد منذ سنوات إلى اليوم وأننا نعترف للناس بارتكابنا أخطاء جسيمة وأننا مستعدون للمحاسبة وأننا سنرمم ونسعى لتقويم هذا الوضع وتصحيحه بما يعيد لبنان قدر الإمكان تدريجيا إلى واقعه الطبيعي الصحيح وغير المريض أما غير هذا موضوع لجلسة الحوار ببعبدة ومعترامي لنوايا فخامة الرئيس هذه على طريقة أبو ملحي لا تنبنى الدول على طريقة تبويس اللحة لا تنبنى الدول وعلى طريقة أقعدنا مغاضنا ووزعنا ابتسامات على الطاولة وطلعنا بعدين كل واحد أخذ شقفته بالدولة لا تنبنى الدول مطلوب من حوار بعبدة أن تتخلى كل طائفة عن دولته وتتخلى أنتوا كل واحد عن دولته لا يبقى في دولة في لبنان الدولة المركزية تنهار ودول الطواقف تبقى على عقيد الحياة هلأ اليوم دولة المركزية هي المنهارة بس دول الطواقف الشعية السنية الدرزية المسيحية كل واحد حسب نسطه تبقى على عقيد الحياة الميت اليوم هي الدولة المركزية يلي هي دولة كل الناس إنما دول طائبة عم تركب بصراع تعينات عم تركب بصراع فساد عم تركب بمئة ألف شغلة انطلاقا من هالموضوع ولحتى ما نكون عم نغش بعض في حدا مثلنا منه ضد الحوار بس مجبور يقول للرأي العام ماذا عليه أن يطلب من هيك حوارات نحن مع الثورة بس مع عدم ركوبة للثورة من قبل طيارات وأطراف واستغلالها لحرفها كان من زعران ولا من سياسيين أزعر بيركب على موجة الثورة اللي حتى يخرب ويسيء ويهين ويعمل والسياسي بيركب على موجة الثورة لينقل من كتف لكتف ويقطفه عند الناس وهو بمعظمهم سبب هذا البلاء الذي نحن فيه هذا بالمختصر مفيد نظرتي للموطوعين مصر في ابنان علامة مسئولية وراحين على كارثة بالطريقة وارب عبده إن لم يكن واضح الهدف وواضح المقصد وواضح الإجراءات التنفيذية مش بيحكي يكون محطة من كل المحطات اللي شهدها البلد عنوانا الأساسي ضحك عدقون وتبويس لها وشكرا جنرال سؤال سؤال هل تعتبر الجلسة ببعبده هي محاولة من كل الأطراف السياسية للتحضير والاتفاق فيما بينهم لإحتواء انفجار صار هني مدركين أنه حاصل لا محالة هني الانفجار أصلا أصلا بكل دول العالم الدول بتاعتها الهم من الطريق الفوضى من الطريق من الشارع المشاكل من الشارع الخلل من الشارع ببلد لبنان بس وحده بكل الكون خلل من فوق لتحت يعني التعصب يبدأ من عندهم ونزول السرقة بتبدأ من عندهم ونزول الجريمة حتى اختصاص القتل من عندهم ونزول بالتاريخ دبعهم أغلبهم طيب بلبنان وحده بالعالم الرزالة من فوق لتحت بكل بلاد العالم الدولة بتاعتها الهم الشارع نحن المواطن والشارع باعتها الهم الدولة كله بتفتح التلفزيون المعارك فيه تتطلع بتشوفهم كيف يمنا بعض وفجأة بدوا يعمل حوار وبدوا يبوسوا بعض طبعا شو هتضحك هيدا ما كررتوها 200 ألف مرة باستين كلها وما طلعت نتيجة ما نسمع غير حوار وراء حوار وراء حوار وراء حوار في شيء حوار أدى إلى مصالحة الناس أنت الناس مش محاجن المصالحة ببعضهم أنا باعرفهم ما بيتخانقوا حاني بمجلس النواب بالحكومة بالحكومات ما بيتخانقوا بيتخانقوا على حصة بيعملوا تسوية بيزبطوها بيتجعوا بيسكتوا وبتشوف مثل تسحر ساحر بعلمك فجنوا بعض بعضين تاني يوم عم بيتعشوا بيتغدوا ولا لا هن خاصمهم المواطن مصلحة الدولة الدولة المركزية بالورنان مفهودة دمروها طيب لما يدمروها بتطلع النتيجة عن الناس هيك هلأ هيدا الاحتواء عجز منه هني ما بقى حدا قابد أنه عدنا بواسنة حل تمنى بميليشيا الحرب بالفترة الزمان بميليشيا الحرب كانوا يتقاتل ومعظمهم هاو دي كانوا يقوصوا على بعض ويصير خطوة تماث سويتهدى العالم بأن وطئة الرصاص والحرب والدني والقتل والدم شنيعة على الناس كانت تقول تتأمل خير يومين ثلاثة على أساس هاو دي البيهد بس تماث الدولة قتل بلا رصاص التماث بداخل الدولة قتل يومي للناس يعني احنا بحرب أهلية بلا قواس بس بحرب أهلية شووات الدولة شو معنات الحرب الأهلية أنه كل مجموعة كل طائف كل هيدا ياخد حصته منها ويلعب فيها ويعمل تماثات طيب بدل ما كانت التماثات بالمرافق وبيشاء وعلى طب مدحف وما بعرف بوين وبين الجبل وبين الضاحي وبين الساحل وبين ما بعرف شو تماثات نقلت إلى داخل الدولة الدولة طبعيتنا مجموعة خطوط تماث بين الطواف هون في ضابط وقاضي ونيب ووزير ومدير عام وسفير ومحاجب وهون نفس الشي والتماث بيناتهم بس يا لأمام بعضون بيخلق خط التماس بعدين بس هيدا تماث أسوأ بكتير من الحرب الحرب برات خط التماس بميتان متر إذا بيتك موجود تاخد احتياطات بتقدر تروح تعيش بس هذا النوع من التماسات داخل الدولة يقتل كل إنسان بيحاضره بمستقبله بابنه اللي ما خلق بعد هيدا تماث هيدا تماث اليوم نحنا لذي نعاني منه تماث الدولة اللي عم بينعمل اليوم التماث السياسي اللي جزق الدولة وعم بينهب وبنفس الوقت حاططها مقطعات وإقطاعات هيدا اللي مدمر البلد هيدا بيدمر هيدا قتل جماعة خط التماس إصابات عرضية بتروح بتتعرض بتنصاب هون بتكون قاعد بالبيت عم بتنصاب بتروح على السوبر ماركت بتحس حالك منصاب بتروح تشجرب أنينط ماي بتحس حالك منصاب بتروح بتدفع فتورة التليفون بتلاقي حالك منصاب هذا الحوار اللي مثل ما بيقولوا مناخ القتل الجماعة اللي عم بيميرسوه من خلال تقاسم الدولة بدوا يخاطب شي جوهري بوضع البلد ما بقى حدا بيغتش ولا حدا بقى بيصدق أنه سياسة التبويس اللحة والقاعدة ببعبدها أو بيمكن بلبنان بين الأطراف نفسها اللي هي مثل ما بيقولوا مسبب كل هالشي بمعظمها نقول أنه سيكون هناك جدوى وجدية وتصديق من قبل النقر وجهت انتقاد لحاكم مصر في لبنان بإلية ضخ الدولارات أكيد هذا الانتقاد يعني هذا اللي عمله حاكم مصر في لبنان أتى بمباركة سياسية أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالمبدأ علما أنه ما قالوا دور وظيفة مثل بالقيادة القيادة بتقول لك كقائدة مول حربة هذيك الجبهة أنت بتعملها تفاصيلها بتقول لك السياسي مثلا أنت جميل سيد قائد جبهة بديك تاخد لي هالتلة ما بتقول لي السياسي كيف بعملها لحتى أوصل لها السياسي قالت له لحاكم مصر في البنان دخل دولار بالسوق لحتى تساعد بتخفيض سعر سرف الليرة مظبوط الآليات والهيدا هو قائد العسكري للمال هو الليزم يحط استراتيجية صحيحة للوصول للموضوع إذا قال نفسه خبير وبتحمل مسئولية يعملها للآخر نحن كمراقبين بالمال بالأمن شغلات ما نقول أنه هاي الطريقة بحد ذاتها هي توزيق عاشي ما بتقدي لأنك توصل لها التلة لطلباته منك السياسي السياسي لا تتحمل مسئولية أنه قالت له ضخم لتخفيض سعر سرف الليرة هو بيتحمل مسئولية كيف ضخها وبأي طريقة لا يعطي الجدوى إذا ما عطت الجدوى المطلوبة وعطت نتائج محكوسة القائد العسكري أو القائد المالي أو العم بدير الدفة هو المسئول تجاه السياسي والناس بس السياسي عطت الفكرة دائما دائما الرعاية الكبير بيعطيك الهدف بخط عريض توزيع الإعاشية أني أكثر خبرة الأحزاب ضد توزيع الإعاشية أني أكثر خبرة أحزاب ضد توزيع